والله أنا أدعو رئيس الجمهورية بإعراقيته وغيرته وباعتباره هو يفترض حامي الدستور أن يرقب رب العالمين في قلمه ترى أنت إذا راح بريء واحد ظلما ووقعت على إعدامه لن تنجوه يوم القيامة وستكون الفضيحة ملازمة إلك بالدنيا قبل الآخرة فيا رئيس الجمهورية باعتبارك حامي الدستور وباعتبارك المظلة اللي يلجأون إله قبل أن توقع أحكام الإعدام تذكر أن الله عز وجل سيطلع على توقيعك ها بشخطة القلم تشخطها بثواني لكن إذا كانت ظلما وإذا كانت زورا وبهتانا وعدوانا فوالله يوم القيامة ستكون حسرة وندامة ورح تطلع بي آني إذا ظلمت وإذا وقعت توقيع زور وتوقيع بهتان وتوقيع عدائي رح تطلع بي وبأطفالي وبذوريتي بالدنيا قبل الآخرة لذلك يا رئيس الجمهورية أنت تعرف زين وآن يعرف زين كل من يسمعنا ويشاهدنا يعرف زين أنه كثير من هؤلاء غلموا كثير من هؤلاء أيام الألفين وستة وسبعة وبعدها أخذت منهم الاعترافات بالإكراه يوم أن كانت الطائفية تعج بالبلد يوم أن كان المخبر السري يتقرب إلى السلطة بالوشآيات الكاذبة فيا رئيس الجمهورية أنا ما أقول لك لتوقع على إعدام مجرم لا المجرم يأخذ جزاء العادل الجزاء من جنس العمل لكن احذر بتوقيعك وقبل لتوقع على واحد راجع نفسك مو مئة مرة ألف مرة لعل هذا لتوقع عليهم واحد منهم إذا طلع بريء أنت ما تستطيع إعدفك رقبتك يوم القيامة ذكر أنه وراء قبر شبره أربع أصابع كرسيك ما رح يفوت إياك ولا أموالك ولا لقب الفخامة اللي ونادى بي عليك رح يفوت إياك ستدخل إلى القبر هذا بخرقة قماش بيضاء سقط عملك سيدخل معك عدلك سيدخل معك وظلمك إن ظلمت سيدخل معك لذلك نصيحتي له أن يكون عادلا وأن يراجع نفسه ألف مرة قبل أن يمضي بتوقيعه على الإعدامات جل الذين يعدمون الآن بحاجة إلى مراجعة ملفاتهم وبحاجة إلى عرض قضاياهم مرة أخرى على قضاة عدول يطمئنئ لهم الشعب العراقي يطمئنون لهم أبناء المعتقلين أما أن تأتي الإعدامات هكذا وكل يوم نسمع عن وجبة فحقيقة هذا قبل ليثير مخاوفنا رح يثير مخاوف العالم الغربي والعالم الأمريكي والعالم العربي والعالم الإسلامي وأعتقد هذه الطريقة رح تتوقع العراق بأتون أزمة دولية خلي يحذرون من عدها الساسة في العراق ومن بيدهم مقاليد الأمور موضوع الإعدام أبد موضوع موهين هذه أنفس وحذاري حذاري من أن تزهق نفس واحدة بالباطل لأن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا شكرا شكرا